بسم الله الرحمن الرحيم محمد القابسي مدينة مستشفى الوحدة درمو كارثة كبيرة حادثة لا يمكن وصفة يوم الأحد كان في تعليمات وفي أنذارات أنها يحدث فيضانات المدينة المدينة لا وضعها خاص أنها مهددة في موقع تحت جبال محاطة بالمديان عندها بعض السدود خطيرة فالمهم كان متوقع أن يصير انجراب في السدود بلغنا جميع الجهات الرسمية في الدولة أن نرى احتمال أن السيل هيدخل علينا في السدود هتفجر الساعة ثلاثة بالليل بدأ المية تطفح فوق مستوى السدود لا تدخل على المدينة أنا بنفسي بلغت غرفة غرفة طوارف في طرابس وغرفة طوارف فنغازي خاصة بالصحة أن درنا حاليا هتغرق الساعة ثلاثة بالليل انقض علينا الاتصال انقضعة الكهرباء انفجرنا السيول تغطت المدينة بالمياه بالكامل أصبح الناس طفحين عيواش الأرض وصلوا عند البحر وبدان الجثة اتصل إلينا الجرحة في البداية ما فيش جرحة بعدين بدأوا يصبح جرحة كلهم حالات غرق الامكانيات كانت مش في مصر والمطلوب أننا نصعف مدينة بحالها لأن المدينة ما عندهاش مستشفى أصلاً مستشفى متاحها من سنة 2008 تحت الصيانة وتحت التجهيزات محطبين عشرين مرة كل مرة يا جماعة رأوا المستشفى مدينة كبيرة تحتاج إلى المستشفى محترم المستشفى القديم اللي موجود فيها ليخلوا في سيانة إلى الآن لم يصين وهذا الوضع السبب تردى الوضع راهوا الكارثة كبيرة جداً لموات عداد كبيرة في هذا الموقع اللي نحن موجودين فيه وصلاً حوالي 1300 جثة في النحية الثانية اللي أصبح كأنه نهر ما بين المكانين بين شطرية المدينة وصله 5500 جثة والأعداد مازال في تزايد لأن البيوت مغمورة بالمياه ولأن معظم الجثة تخلط على البحر حالياً فرق الانقاذ جاءت من كل مكان يبحثوا على جثة داخل البحر وداخل البيوت وداخل الأماكن يصلح الله الحال إن شاء الله ويرحم الموتى ونعزي أهالي المفقودين يعزوا في واحد يعزي في واحد في الواحد يقول لها أنا فقدت أسرت أنا فقدت خوي أنا فقدت خوي كل الأهل المدينة الآن فقدين نأسه رب إن شاء الله يستحال وإن شاء الله الدولة تتوجه إلينا وتنظر في حال هذه المدينة شكراً